بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم كيكة لذيذة مرة من ألذ الكيكات اللي عملتها الذوب في الفم فيها طعم مميز طعم اللي يأكل الكيكة يقعد يفكر إيش هو هذا الطعم الغريب اللي فيها اللذيذ طبعا تعرفون الكيك حلو دائما في حفلات الشاي والصبحيات وكل وقت الحفلات والمناسبات لازم في كيكة لازم كيكة كبيرة غير على القوتوهات الصغيرة وبصراحة صارت في السنوات الأخيرة الكيك تشابه اللي في المحلات كله نفس الطعم الشكل غير لكن يجيبون خلطة واحدة ويعملون فيها الكيكات بصراحة الكيك اللي ينعمل في البيت أو في المحلات من المواد الأولية له طعم ثاني وهذه مميزة هذا بحليب جوز الهن والزبادي اليوناني يعطيها طعم كذا كفافة ويعطيها ملمس ناعم للكيكة حقول لكم البديلات كلها البداء الأشياء اللي مو موجودة إيش ممكن تحطون بداء لها بس أكيد يعني لو الأشياء كلها موجودة حتطلع الكيكة كاملة يعني أعتبرها والله من أحلى الكيكات اللي أكلتهم يعني أنا مرح بالكيك بداياتي كانت في الكيك كانت عندي جارة صبحية وأكلنا منها ماشاء الله تبارك الرحمن ما تغديننا قعدة للليل قدم طعمها لذيذ ومو بس طعمها لونها لأنه عملناها بياض البيض لونها من جوة أبيض يعني مو مرة أبيض ناصع مثل حليب يعني أبيض بيج بس مو أصفر مثل الكيك العادي وبحليب جوز الهن واللي عطاها السر الهيل الناعم صحيح هذه كيكة أجنبية بس مدخلين فيها الهيل يعني تأثير الاختلاط مع الهنود في الهولندا والإنجليز لما سعمروا الهند واختلطوا بالهنود فأخذوا شوية من بهاراتهم حطوها في أكلهم مثل القرنفل والقرفة والهيل وجوز الطيب وورق الغار كله هندي ودخل على الأوروبا وعلى البلاد العربية طبعا شايفين كيف شكلها تجن ندوب في الفن ولا تتفتفت مثل الكيك الجاهز البودرة بس إنها خفيف قوامها جدا ومقاديرها أعتقد بسيطة لحن كل شي في السوبر ماركت موجود وحقول لكم البدائل نبتدي الحين نشوف مع بعض أول شي فيها بياض بيض هذا بياض بيض وهذا الهيل الناعم وهذا سكر عادي وهذا حريب جوز الهند وهذا طحين طحين فيه خميرة هو مخمر خاص يعني بالبكنبودر حقه وهذا الزبادي اليوناني فيها ملح وفيها كربونات الصودا وحريب جوز الهند هو السائل اللي فيها والزبدة طبعا والزبادي وملح لازم ملح عشان يكسر حدة الحلاوة اللي فيها بعدين التزيين جبنا في الأدلفية وزبدة وسكر بودرة الحين نحط الزبدة نحط السكر شايفين سكر ناعم بس مو بودرة ممكن تخلطونها بالخلاط الكبير يعني مو ضروري بهذا المضرب اليدوي الكهربائي بس أنا قاعدة والله أراويكم أبسط الطرق عشان اللي ما عنده فما يتعطى لعملها بس أكيد لو بالخلاط الكبير أسهل بسرعة يخلطها أسرع وأسهل نخفقهم تمام لحدة ما نحس أنه السكر ابتدى يدوب طبعا ما راح يدوب مية في المية ما عليش نحط بياض البيض ونخفق نحط الحين الفانيلا ونخفق مدام حطينا بياض البيض لازم نحط الفانيلا الحين نحط الزبادي علبة زبادي يوناني لو ما عندكم زبادي يوناني ما عليش حطوا زبادي عادي الزبادي اليوناني يشيلون منه المية فيصير شوي سميك بس مو حامض مثل اللبنة ولا ماذح هذا هو الفرق الحين نخلط المواد الجافة مع بعض الهيل ونس من العقة صغيرة صودة نس من العقة صغيرة كربونات الصودة نس من العقة صغيرة ملح نخلطهم بالشوكة ما يحتاج حتى أن نخلهم سوى الطحين ما حتى أنا بيكين باودر لأنه هو الطحين فيه بيكين باودر طحين مخمر الحين نحطه على ثلاث دفعات بالتناوب مع كوب من حليب جوز الهند السايل طبعا نحطه شوي حليب جوز الهند ونحطه شوي من خليط المواد الجافة على ثلاث دفعات نخلطهم شايفين كلها خلط في خلط لما نتأكد أنه كلهم متزجوا مع بعض ما في أي نقطة بيضة ولا أي كتلة في خليط الكيك أكون أنا محاضرة صينيتين تسعة إنش أو عشرة إنش ندهنهم بالزيت ونلبسهم ورق شمع أو ورق زبدة وندهن برضو ورق الزبدة شايفين هذا القوام القوامهم مو خفيف مرة ولا ثقيل زي كده نوزحهم على الصينيتين بالتساوي ندخلهم فرن وسط مئة وسبعين يعني حوالي خمسة وثلاثين دقيقة وطبعاً تشوفوا كل واحد فرنه يمكن تسوي قبل أو تاخد وقت أطول شوية نحطها على الرف الأوسط ما نحطها تحت ولا فوق وأنا ما حمرت الوجه الوجه هو الحال وحمر الحين حنعمل التوبنج والفروستنج والكريمة اللي نزين فيها هذا الكيك نخلي يبرد تمام تمام عشان ما السيح كوبين سكر بودرة ومئة وخمسين جرام زبدة ومئة وخمسين جرام جبنة فلادلفية أو كيري طبعاً أول شي نخلطهم مع بعض يعني تقريباً كلهم لازم ينخلطهم مع بعض أول شي على سرعة وبنلا سرعة خفيفة بعدين نخلطهم على سرعة عالية لما نتأكد أن السكر بابا ترى هذا ما كفاني للمقدار رجعت كملت نصف المقدار رجعت حطيت فلادلفيا وزبدة وسكر بودرة زيادة أول شي أول طبقة نحط عليها طبقة سميكة أول كيكة يعني طبقة سميكة من الكريمة بعدين نحط الطبقة الثانية الكيك فوقها ونلبس الكيكة تمام بالكريمة كلها نلبسها تمام بالسباتيولة هاد الحقة الكيكة هاد الكيكة الثانية لما حطيناها فوقها بعدين طبعا نلبس الجوانب كلها والتأجيل حسب ذوق كومنتو أنا كد حزينها جوز هم شرائح تحرق عليكم الفرن الله كرمل وكيك والله نحرق حطيت عليها شوية لفندر عندي يعطيها لون يعني يكثر لون الأبيض وحطيتها الورود جاهدة هادة يتم باع محلات الكيك من السكر والتعافية لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا عملوا هاد الكيكة اعتبرها من أحلى كيكات العالم أمانة الله معاكم